السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم خالد بوزان في فيديو جديد اليوم الفيديو التاني من هالسلسلة اللي بتتحدث عن قانون العمالة التخصصية للناس اللي حابة تجي تشتغل في ألمانيا ورح يكون موضوعنا اليوم بشكل خاص عن موضوع الحصول على اعتراف بالشهادة والمؤهلات المهنية والخبرة المهنية قانون العمالة التخصصية رح يبدأ تطبيقه بواحد ثلاثة 2020 يعني فيه تقريبا لسا مدة أربعة أشهر المفروض يدخل بعدها هذا القانون حيز التنفيذ ونحن ممكن نجهز أنفسنا منذ الآن بشيئين رئيسيين اللي هو الأهم شيء اللغة الألمانية والحصول على الشهادات في هذه اللغة الألمانية والنقطة التانية كمان الحصول على اعتراف بشهاداتنا ومؤهلاتنا العلمية والدراسية وأيضا الخبرة في المهنة اللي عم نشتغل فيها هاي الأشياء اللي ممكن من خلالها نجهز أنفسنا مشان لما يدخل هذا القانون حيز التنفيذ نكون نحن جاهزين وأيضا هاي من الأشياء اللي بتاخد وقت طويل اليوم رح نتحدث تحديدا عن كيفية الحصول على اعتراف بشهاداتي وبنفس الوقت أهميتها لحتى أحصل على عمل أو ممكن أجي لألمانيا لأشتغل بمهنتي واختصاصي والشيء اللي درسته صلب موضوعنا اليوم رح يكون عن شيء اسمه يعني عملية الحصول على اعتراف كل الشهادات الغير ألمانية اللي تم الحصول عليها خارج ألمانيا يجب تعديلها والحصول على اعتراف على يعني فيش اسمه لازم نحصل على هالمستند الرسمي لحتى نقدر نشتغل في ألمانيا أما الناس طبعا موجودة في ألمانيا اللي أخدوا شهادة ألمانية أو أسبلون ألماني هذا الشيء معترف فيه بشكل أوتوماتيكي داخل ألمانيا أما الناس الخارج ألمانيا اللي درست في بلدانا خريجين الجامعات المعاهد التخصصية يلي اشتغلوا بمهنهم لازم نعدل شهادتنا لحتى نقدر نجي لألمانيا ونشتغل حسب قانون العمال التخصصية والآن رح نشوف شو هي الخطوات اللي ممكن نحن نقوم فيها أو الجهة اللي المفروض نراسلها أو كيف سير عملية تعديل الشهادة الفكرة الأورى رح نحكي عنها أنه ليس شرطا أنه أنا أكون شخص مقيم في ألمانيا أو أحمل إقامة في داخل ألمانيا للحصول على اعتراف أو تعديل لشهادتي كل إنسان عايش خارج في ألمانيا وحابب يستفيد من قانون العمال التخصصية وعنده الرغبة بالمجيء إلى ألمانيا والعمل في ألمانيا باختصاصه وشهادته إله الحق أنه يتقدم إلى جهة رسمية في ألمانيا للحصول على اعتراف أو معادلة للشهادة حتى لو كنت أنا عايش خارج ألمانيا بمعنى ممكن أنا أكون شخص خريج جامعة فرع معين في إحدى الدول العربية وحابب أجي أشتغل في ألمانيا بهالاختصاص فأنا شهادتي الجامعية هاي مفروض أنه أتقدم فيها إلى جهة مختصة في ألمانيا للحصول على تعديل أو معادلة لشهادتي حتى وأنا موجود لساعتني خارج ألمانيا لما بحصل على هالتعديل أنا كانونكس بشايد هي ورقة رسمية بحصل عليها من الجهة في نهاية عملية الاعتراف أو المعادلة وهي الورقة بتأهلني للعمل في ألمانيا سواء أنا شخص عبب أبحث عن عمل من خارج ألمانيا أو حتى للناس الموجودين داخل ألمانيا يعني بيحملوا شهادات من دول أخرى كمان بيمروا بهي عملية تعديل الشهادات في داخل ألمانيا ولكن نحن تركيزنا بشكل رئيسي أيضا على الناس الموجودين خارج ألمانيا الحاببين يجوا يشتغلوا في ألمانيا فأنا خريج معهات خريج جامعة في اختصاص معين لازم أتقدم بأوراقي إلى جهة رسمية ألمانية مختصة وأحصل على معادلة الشهادة طيب شو هي الخطوات أو الإجراءات اللي بتقوم بها الجهة المختصة الألمانية في عملية تعديل الشهادة في الحقيقة هنن بيشوفوا مدى وجود المهنة المقابلة إليها في ألمانيا الغفغنس بغوف وأيضا مدى تطابق الشيئين يعني مدى تطابق الشهادتين أو الأشياء اللي تم دراستها بمعنى في كثير من الدول يعني دول العالم وحتى في ألمانيا فيه هناك اختصاصات أحيانا وتشعبات في الاختصاصات وتفرعات ولكن فيه أشياء رسمية مهن رسمية معترفية من قبل الدولة ومعتمدة في ألمانيا في عملية الفحص هاي بيشوفوا مدى معادلة اسمها باللغة الألمانية بيشوفوا مدى وجود تقارب بين المهن اللي درستها أنت في بلدك والشيء المقابل إليها في ألمانيا هل هناك تقارب كامل على سبيل المثال خلينا نقول مثلا مهنة التمريض أو الجاز وسا انستالاتور مثلا شخص اللي يقوم بتمديدات الماء والغاز على سبيل المثال فأنت درست في بلدك في معهد معين مثلا مختص مدة سنتين أو ثلاث سنوات هاي المهنة وبعدين مارستها لمدة مثلا خمس سنوات وعندك خبرة فيها هذا الشيء يتم مقابل يعني فحص مقابله في ألمانيا هل يوجد في ألمانيا هل توجد هذه المهنة أيضا هل هناك تقارب بين هاي الاختصاصين يعني الاختصاص في الحالة مثلا وسا انجاز انستالاتور يعني فيه تلازم بين مهنة تركيب التمديدات الماء والغاز في ألمانيا كتير من البيوت يعني فيها تمديدات غاز هون دولة لجميع البيوت هذا النظام مثلا ما هو موجود في كل الدول فعلى سبيل المثال هاي المهنة في ألمانيا اسمها هي اسمها باسون جاز انستالاتور فبيشوفوا انهل المهنة المقابلة اللي انت درستها في بلدك هي نفسها تقابلة وجود تقارب كبير بيناتهم عدم وجود يعني خلاف كبير بين المهنتين هذا هو الشيء اللي بيتم اختباره وايضا بالنسبة لفروع الجامعة بيشوفوا شو هي المواد اللي درستها انت في بلدك هل هي نفس المواد اللي تتدرس في الجامعات الألمانية وانطلاقا من هاي النقطة بيتم تحديد مدى توافق شهادتك مع المهن الموجودة في ألمانيا وتطابقها معها وبالتالي الحصول على اعتراف كامل او احيانا اعتراف جزئي ممكن يطلبوا منك انه تقوم مثلا بعمل بخاكتكم بشركة معينة او تستكمل بعض المواد هذا الشيء طبعا بيختلف من شهادة لشهادة ومن دولة الى اخر العملية يعني معقدة جدا بالنسبة للجهات الألمانية المختصة لانه فيه كتير من الجامعات والدول يعني من كل انحاء العالم علما انه انا بعرف انه مثلا الاندسخيو هندلس كما غرف التجارة والصناعة في ألمانيا عندهم شيء اسمه يعني تابلن بيشوفوا من خلال الجامعات مدى قوتها او الاعتراف فيها على سبيل المثال جامعات حلب ودمشق في سوريا فيه اعتراف كامل اخذ اشارة زائد زائد وبعض الجامعات الخاصة الموجودة في سوريا حاصلة على اعتراف زائد نائس يعني هاي نص معترف فيها اذا انهالشي كمان موجود في ألمانيا فهنا عندهم لستة بكل الاشياء وبالجامعات الرئيسية والمعاهد الرئيسية في الدول المتشرة في العالم ويشوفوا مدى التطابقة وتوافقة مع الاشياء الموجودة في ألمانيا غالبا الجهة المختصة بعملية معدلة الشهادة بتطلب منك ثلاثة اشياء رئيسية اولا الشهادة اللي حصلت عليها من اي جامع ميئن اي معهد مصدقة اصولا اللي ممكن من خلالها نعرف انه مدى مدة الدراسة الزمن يعني مثلا انت درست معهد مدة سنتين او ثلاث سنوات او اربع سنوات انت خريت جامعة الفرة الجامعة اللي درسته مثلا اربع سنوات في بلادك او خمس سنوات او ست سنوات اذا اول شي بينظروا للمدة الدراسة الشهادة اللي حصلت عليها وتانيا بينظروا لمحتوى الدراسة بمعنى انه كشف علامات المواد اللي درستها في جامعتك او في معاهدك او في اي معاهد مهني مثلا خاص بمهنتك في بلدك فبيشوفوا ايضا بدهم كمان كشف بالعلامات والمواد اللي درستها في بلدك بشكل تفصيلي والنقطة التالتة كمان المهمة في هالحالة اذا كان في شهادة خبرة على سبيل المثال انت خريج معاهد تمريد في بلدك درست تمريد لمدة ثلاث سنوات وبعدين اشتغلت في مشفى سواء خاص او عام لمدة خمس سنوات وعندك خبرة في هالمجال والمؤسسة اللي اشتغلت فيها بتعطيك شهادة خبرة مصدقة اصولا بانه عندك خبرة في المهنة يعني مارست مهنتك هاي ايضا لخمس سنوات هاي كل الاشياء رح يتم طلبة منك لما بتقدم طلب الحصول على اعتراف بشهادتك او معادل شهادتك في المانيا فهي الاشياء والاوراق الرسمية المطلوبة عادة بشكل رئيسي هلا رح نحكي عن جهات المختصة اللازم اقدم لها انا ورائي في الحقيقة رح ندخل هلا صفحة في الانترنت مهمة جدا هاي الصفحة مفروض يعني كل انسان يطلع عليها بشكل كامل لحتى يدخل في تفاصيل الاشياء اللي انا هلا عب بحكيها ايضا كل شخص حسب مهنته واختصاصه وهدفه اذا كان حابب يجي يشتغل للمانيا في المانيا شوف شو هي الجهات المختصة وهلا رح نشوف مثال عملي الجهة اللي انا بدي اراسله مشان احصل على اعتراف بالشاهدة رح نشوف كيف بحدد هذا الشي طبقا اللي مهنتي او المدينة اللي انا حابب اجيي اشتغل فيها بالمانيا لسبيل المثال اللي وجود اقرباء لي فيها فنحن رح نشوف هلا من خلال صفحة الانترنت هاي المختصة بهالامور انه شو الجهة يعني رح احصل على عنوانهم وعلى رقم تليفونهم وحتى احيان بعض الاحيان اسماء الاشخاص الجهة اللي بدي اتقدم فيها انا بورائي واتواصل معهم لحتى اشوف شو الاوراق اللي رح يطلبوها مني للحصول على معادلة وايضا المعلومة مهمة انه معادلة الشهادة احيان بتكون مقابل اجر وهذا الاجر بيختلف حسب نوع الاختصاص والشهادات وهالأشياء فانا كمان لازم اعرف انه احضر نفسي انه لما بطلب او بقدم طلب معادلة شهادة قد يطلب مني ايضا اجر مقابل دراسة طلبية يعني والحصول على اعتراف بشهادتي وهذا الاجر بيختلف انه حسب الشهادة وحسب مقدار العمل الجهة المختصة يعني في موضوع تعديل شهادة شخص معين فما في رقم معين بقدر اقول لكم ايه وفي حقيقة يعني ما لقيت رقم معين انا بحثت كتير يعني في هالموضوع هذا الشيء انت بتحصل عليه كل شخص بشكل فردي لما بتتواصل مع الجهة المختصة وهني بقول لك خبر حلو لأهلنا الموجودين في مصر وفي الجزائر في الحياة في مصر وجزائر في جهة مختصة وشخص يعني في عملية معادلة الشهادة ممكن تتواصل معه رح اعطيكم الان الاسماء والعنوين وارقام التليفونات ايضا رح نشوفها ايضا على هالصفحة الصفحة اسمها ان اكانون ان دويتشلاند ان اكانون شغطة ان شغطة دويتشلاند هاي الصفحة رح تكون صديقتنا في مسيرتنا للحصول على عمل في المانيا او المجيل العمل في المانيا كايدي عاملة تخصصية في هالدولتين العربيتين مصر والجزائر في الحياة في ناس يعني في غرف تجارة صناعة مشتركة المانية مصرية المانية جزائرية فيها شخص مختص في هالكل دولة ممكن نتواصل معه رح اعطيكم الان الاسماء والعنوين كمان نشوفها صفحة الانترنت فهذا الشي ممكن يسهل علينا يعني خاصة الناس اللي لا تتقن اللغة الالمانية بشكل ممتاز بعد طبعا لازم تتقن انتهى اللغة ورح نشوف كمان حسب اقتصاصك شو اللغة اللي بطلبوها عادة فانا فيني اجهز نفسي انه ادرس لغة وابدأ بمعادل شهادتي مشان لاحقا بعدين ابدأ اتواصل مع الشركات او احصل على العقد عمل في المانيا او فيزا للمجي للمانيا والبحث عن عمل باختصاصي وشهادتي الموضوع لن يكون سهلا ابدا يعني ما حدا يتصور انه الموضوع بشكل بسيط انه انا بقدم طلب بالسفارة وبحث على فيزا وبجي للمانيا لا الموضوع اصعب واعقد من هيك وما رح يكون سهل والسفارات الالمانية ما رح تعطي فيزا الا للاشخاص فعلا المؤهلين وبشكل كامل وقاموا بكل هالاجراءات المانيا دولة بتحب الاوراق يعني بشكل كتير كبير فاذا اوراقك سليمة ومشيت بها الخطوات وعدلت شهادات وقدمت كل طلباتك بشكل كامل للسفارة بتصير فرصك اكبر للحصول على فيزا وهلا رح ننتقل الكمبيوتر مشان نشوف مثال عملي كيف ممكن انا الاقي الجهة المختصة بالمهن اللي حابب انا اشتغل فيها رح نروح الكمبيوتر ونشوف ايضا الجهات لحتى يهنن يخبروني شو الاشياء المطلوبة مني او شو الخطوات اللي لازم اقوم فيها فامننتقل هلا لسطح المكتب هاي صفحة الانترنت الاعتراف في المانيا طبعا بتكليف الوزارة الاتحادية للتعليم والبحث العلمي هاي الصفحة عنوانا مثل ما لكم ملاحظين هون مكتوب الاعتراف بمهنتك رح نشوف هلا اول شي شو هي المهنة هون حاطت مثال بغوف اي نجيب يعني اكتب المهنة تصم باشبيل يعني معالجة فيزيائية اذا كمان باللغة الانجليزية ممكن ممكن انا اكتب بشكل مباشر مهنتي او اختار حتى من يعني المهن المصنفة من حرف الـ لحرف الـ على سبيل المسال ABZ ممكن كمان اختار كلهم فلو مسلا انا شخص خين اقول مهنتي ممرض فانا ممكن اذا رجعنا للصفحة الابلة اكتب هون Krankenpflega وعطي Enter بلاحظ بلاحظ انه اعطاني احتمالين اذا انا انا تمريض حتى للاطفال الـ الـ اللي اختصاص اكتر يعني بها المجال او بشكل عام الـ الـ تمريض فانا باتخول عليها فإذا كانت هاي مهنتي هون بادر عرف شوف الـ الـ اشتغل فيها با المانيا اذا انا كنت داري ستمريض انا اشتغل فلما شافي فاح عطبراقس عيادات تخصصية جسندهات سنترن مراكس صحية الـ 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 في مراكز للرعاية المؤقتة وهكذا بشوف انا هون كامل يعني الـ 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 ممكن انا اشتغل فيها بشاهدتي في المانيا هون الـ اخترت المهنة اشتعت اول شي كان عن اخترت الـ اختصاص اللي دارس في بلدي المهنتي بروح على الطرف البعض هلا انا بدا شوف شو هو المكان في كل مدينة في المانيا تقريبا في مركز متخصص للحصول على الاعتراف بالشهادات فاذا انا كنت خارج المانيا كيف بدي اعرف انه لو انا اقدم عندي احتمالين اما بقدم بشكل عشوائي يعني ما بده اربط حالي بمكان معين او لا انا بعرف على سبيل المسال انا رايح على مدينة كبيرة لانه في عندي اسم مدينة برلين مشان احصل على الجهة المختصة في مدينة برلين بالاعتراف بالشهادات فبكتب بلين وبعطي انتر لاحظوا الان شو صار اللي صار انه انا حصلت الان على الجهة المختصة بمهنتي اللي انا كتبت انه التمريض المسؤولة عن تعديل والاعتراف بالشهادات فتسوشتن دي جهة مختصة في تقديم الطلب اللي هي هدا العنوان وهدا الرمز البريدي بلين هدا رقم الهاتف للتواصل معاون وهدا الاميل للتواصل معاون وهي صفحتون على الانترنت الان شبريح باتنا يعني الناس اللي ممكن تحكي معاون تلفون شبريح تسايتن الارقات اللي ممكن تتصل فيها دين ستاك و دون ستاك سلساء والخميس فيها الاوقات من الوحدة الى الثلاثة لاحظوا هون مكتوبة كل المعلومات اللي بتهمني ضمن مهنتي ازا انا هي مهنتي الدرسة في بلدي وحابة باجل الالمانية واشتغل فيها لازم هلا اعرف كل هالمعلومات وافهمها بشكل صحيح واراها باللغة الالمانية طبعا هي لغة صعبة ليست سهلة يعني ولكن ممكن ايضا تتدربوا وتتمرنوا على هذا الشيء تدريجي يعني بيغوف بش هادي وو لايف تس ففاغن اب ففاغن طبعا هون اي او نحن مالنا اي او ففاغن في ابشلس او نحن نيشت او طبعا هادا اللي بدنا نحن يعني ليس دول الاتحاد الاوروبي في او ابشلس انيش انا كانت وان كل هالمعلومات لازم اراها وافهمها بالتفصيل كمان وايضا هون واس كست تس ففاغن مكتوب انو التكاليف المادية كيف ممكن ان احصل عليها ولاحظوا مكتوب كمان هون زين دوش كنتنس نوتوان هل يعني معلومات في اللغة الالمانية مهمة دوش كنتنس زين نوتوان مهمة ان در ريجل ميسن زين ميندستن على الاقل دس سپراخ نيشت بي 2 نحن دم جمانس ان او رفعن رفعن فى اللغة الالمانية صار عندك هدف واضح وصريح بتعرف انو في بلدك لازم الان توصل لمستوى وتتقدم وتعدل شهادتك ايضا ليصوير عندك فرصة انو تجي تشتغل في المانيا ضمن قانون العمال التخصصية طبعا هون بقيت المعلومات لان تقديم الطلب طبعا الاشياء في كتير من المعلومات يعني في هالموضوع فنحن لازم طالما ان هاد اختصاص يصار شغلي كله بهال صفحة اتواصل مع هالجهة عن طريق الايميل عن طريق الهاتف هنن بيدلوني بعدين كيف اقدم طلبي فلو مسلا كانت مهنتي مهنة اخرى اختارها هالمرة انا من خلال السلسلة مسلا انا اشوف شو المهن الموجودة ايضا فيني اشوف يعني رعاية المسنين مساعد الشخص لرعاية المسنين ازا في كتير انجليست ايجيبتولوج ازا في كتير مهن ممكن يعني انا اشتغل فيها الاتس مسلا نشوف هلا شوفوا العزو بحرف الاتس كمان فيني اشوف كطبيب شو الاشياء المطلوبة مني شو هي الاختصاصات شو هي الاماكن ممكن اشتغل الانستزولوجي ازا كل هاي الاشياء ممكن انا ادخل هلا عليها الان بالتفصيل الممل واشوف شو الجهة المختصة اللي لازم اقدم لها سواء خارج المانيا او حتى داخل المانيا وابر بكل هالمراحل اللي شفناها مشان اعرف شو هي الجهة اللي اتواصل معها لحتى احصل على اعتراف بالشهادات وكيف بقدم الطلب الان رح نشوف ايضا انه بعض الدول العربية لاحظوا هون طبعا في عنا دولة مصر شوفوا هون في اماكن يعني موجودة في دولتين العربيتين الوحيدتين الموجودين هنين مصر والجزائر رح نشوف هلا في ايضا الصين والهند وايران والدول اللي بيهمونا نحن مصر والجزائر في مصر عندي هون طبعا غرفة التجارة والصناعة المشتركة هذا العنوان في القاهرة في الجيزة شارع جامعة الدول العربية الشخص المختص هي السيدة هون ياسمين فوزي اذا بتلاحظوا انه هي بتقدم نصيحة فيه الحصول على اعتراف بالشهادة ممكن تتواصلوا مع ايضا لاخواننا في مصر هذا العنوان الايميل وهذا رقم الهاتف ايضا هذا الشي ممكن يساعدكن بحصول على معلومات اكبر بشكل شخصي من شخص موجود امامك وايضا اخواننا من الجزائر كمان عندهم فرصة كبيرة كمان في شخص مختص ايضا بهذا الموضوع ايضا هون مغرفة التجارة والصناعة الالمانية الجزائرية المشتركة هون مشهورة فيما يتعلق بهذا الموضوع هون عنوان الايميل وهون ايضا رقم الهاتف طبعا هو كاتب عن نفسه اشتغل لسانوات طويلة في المانيا وانا كانو يقدم هو مشهورة كان عايش في المانيا لفترة طويلة ويعمل في المانيا لفترة طويلة ممكن يقدم لك استشارة عملية ممكن تقابله حتى اني بشكل شخصي او تتواصل مع وتحصل منه على معلومات اكبر او يساعدك في عملية المرور بتعديل الشهادة ايضا في المانيا نصيحتي لكل الناس انه هاي الصفحة انا كانوا اندعش لان انه تقدر تتعامل مع مثل ما شفنا الان يعني هي اللي رح تعطيك المعلومات كيف ممكن الحصول على الاعتراف بالشهادة ورح نشوف ايضا كيف رح نلاقي العمل في المانيا لاحقا في حلقات قادمة ايضا في هالسلسلة موضوعنا كان اليوم هو الحصول على الاعتراف بالشهادة واتمنى اكون قدمت لكم كل المعلومات بشكل عملي شو الخطوات العملية لازم اقوم فيها لأحصل على اعتراف بشهادتي وكيف بوصل للجهة المختصة بهالم عنوان ايميل رقم هاتف الان الامر صار واضح كل شخص الان باختصاص ممكن يبحث عن الجهة المختصة بهالم موضوع فبعد ما شفنا الان كل هالتفاصيل اتمنى انه صارت الامور الواضحة فيما يتعلق بعملية الحصول على معادلة للشهادة كل شخص يتعب نفسه بهالاتجاه ويهتم بهالامور ويتواصل انا بعرف موضوع موضوع خاصة بالنسبة للغة الالمانية كتابة ايميل او مراسلتها الناس او الاتصال فيها جهات المختصة ولكن كل شخص حابب بشكل جدي يأتي كيد عامل التخصصية مؤهلة للعمل في المانيا لازم يبزل جهده لازم يكون شخص متميز حتى اكتر من الناس اللي عايشين داخل البلد في المانيا لحتى يكون عنده فرصة للحصول على العمل باختصاصه ومهنده فلازم انت فعلا تكون شخص مميز وطموح وعندك رغبة وحابب تمشي بكل الخطوات بشكل صحيح مشان تكون امورك سليمة وتحصل على فيزا بالسفارة وتجي تشتغل هون في المانيا شو هي الخطوات الحقيقية ليست مجرد كلام وانما شو هي الاجراءات فعلا لكل شخص لازم يقوم فيها بشكل عملي لا يصل لهدفه اللي هو بالاخير الحصول على عمل في المانيا والعمل هنا بمهنة او اختصاص معين تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته